تكلمنا عن الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون تكلمنا عن فيتامين A و تكلمنا عن فيتامين D و فيتامين E أبا آخر الفيتامينات اللي نتكلم عنها اللي بتدوب في الدهون هو فيتامين K وهو فيتامين K ده من زي ما بقول الفيتامينات التي تزوب في الدهون وأهم وظيفة له على الإطلاق للفيتامين ده اللي هو فيتامين K أو فيتامين K هو المساعدة على التجلط الطبيعي للدب في حالات الجروح أو النزيف فيتامين K موجود فين؟ موجود في الخضروات زي الأوراق الخضراء زي قولنا البروكلي والليفت والكرومبو والسلق والجرجير والسبانخ و هكذا موجود كمان في الحليب موجود في الكبدة وموجود في نخالة القمح اللي هي الردة ودي بتبع عبارة عن الإشرة الخارجية لحبوب الأمح أو حتى حبوب الشعير أو الرزية موجود كمان في الشفان وموجود في الزيوت النباتية تمام؟ ده فيتامين K اللي بيساعد قوي على امتصاصه في الجسم وجود فيتامين C إنما اللي بيضع في امتصاصه برضو الحرارة العالية والتجميد وأدوية السيولة في ناس كتير من المرضى بياخدوا أدوية سيولة الأشعة اللي هي الإكس راي الناس اللي بيشتغلوا في مراكز الأشعة و بتعرضوا للأشعة الفترات طويلة بعض المضادات الحيوية برضو بتمنع امتصاص فيتامين K وأدوية الإسهال والجرعات الكبيرة من فيتامين E لو ناس بتاخد فيتامين E فهاية إقراس وصلت لجرعات كبيرة ممكن تمنع امتصاص فيتامين K طيب هنكمل كلامنا مع حضراتكم بقى دلوقتي للجزء الثاني من الفيتامينات الجزء الثاني من الفيتامينات هو الفيتامينات التي تزوب في الماء حلو الكلام؟ طيب يبقى قولنا الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون في الدهون A و D و E و K اشتركوا في القناة